الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك مصر تؤكد التزامها بالمصار التفاوضي لملف سد النهضة الذي ثرعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي الرئيس اللبناني يعلن إطلاق عمليات التنقيب عن الغاز لإنقاذ الاقتصاد الوطني الثانية صباحاً الثانية عشر بتوقيت جرانتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من مسجد المشير كما حضر الجنازة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ومسؤولون دولة إضافة إلى شيخ الأزهر وبابا الكريسة الأرثوزوسكية وكذلك بمشاركة عربية ودولية أكدت وزارة الخارجية التزام مصر بالمصار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي حول سد النهضة ورداً على سؤال من أحد المراصلين حول عدم مشاركة إثيوبيا في اجتماع واشنطن الوزري المقرر غداً قالت وزارة الخارجية أن الهدف من الاجتماع هو وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة مؤكدة حضور وزيراء الخارجية والموارد المائية والري تقديراً لدور واشنطن واتساقاً مع النهج المصري الذي يعكس حسن النية والرغبة المخلصة في التوصل إلى اتفاق نهائي حول ملء وتشغيل سد النهضة قال اللواء أحمد المسماري متحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي إن الميليشيات تستخدم أسلحة ثقيلة ومدافع في استهداف المدنيين بالعاصمة الليبية ترابلس وخلال مؤتمر صحفي بمدينة مديغازي أعلن المسماري أن الجيش الليبي رصد واحداً وثلاثين خرقاً حتى الآن لوقف إطلاق النار من جانب ميليشيات السراج وأضاف المسماري أن أردوغان يسعى إلى سيطرة على مقدرات الشعب الليبي كما يجند الإرهابيين وينقلهم إلى ليبيا أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عوني إطلاق أعمال التنقيب عن الغاز بداية من اليوم الخميس بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية وأكد عوني في كلمة للشعب اللبناني ضرورة التكاتف في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة أعلن الجيش السوري أن وحداته العاملة في ريف إدلب الجنوبي حققت إنجازات ميدانية نوعية مكبدة من التنظيم الإرهابية المسلحة خسائر فادحة في المعدات والأرواح وقال المتحدث باسم الجيش السوري إن القوات نجحت في استعادة السيطرة على العديد من البلدات والكرة بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وقطع طرق إمدادهم قررت الحكومة السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كما قررت الحكومة السعودية تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا خطرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخصيص الكونغرس مبلغ 2.5 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن نسبة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة منخفضة مشيرا إلى أن بلاده تعمل على تطوير لقاحات ضد الفيروس كما يتعلق بالبورسة تأثرت في الأيام الماضية ما الذي يمكن أن تفعله في هذا المجال ولو كان المركز على حق في أن الفيروس ينتشر حتماً ما الذي ستفعله أن البورسة هي شيء أعرف الكثير عنها لقد أصيبت بضربة قوية لعدة أسباب كان هناك تساؤلات هل يمكن أن يحدث هذا نتيجة للفيروس بتأكيد أصيبت بالضربة نتيجة لهذا وأيضاً لمسائل تتعلق بالعرض العرض الاقتصاد قوي جداً وأيضاً المستهلكون وضعهم قوي جداً حتى قبل الفيروس كنا نقوم بعمل جيد والمستهلكون هنا في وضع اقتصادي قوي جداً هل من خطط قدمت لك فيما يتعلق بوضع مدن في حجر صحي لدينا خطط على نطاق أوسع إذا احتجنا إليها نعمل مع الولايات مع كل ولاية تقريباً ولدينا خطط على مستوى أعلى يجب أن نكون مستعدين دائماً مرة أخرى الكونغرس يتحدث معنا عن التمويل ونحصل على أكثر بكثير مما طلبنا وأفضل شيء هو أن نأخذه سنأخذ المال إلى هنا ينتهي مجاز الأخبار لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري اكسترانيوز دوت تي في شكراً لكم على حسن المتبع اشتركوا في القناة شكراً لكم على المشاهدة